السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا جماعة مديني يا ربكم بخير ان شاء الله باذن الله الفيديو ده انا طالع فيها عشان اقول بس كلمتين باخلاف سلسلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي احنا مشين فيها باذن الله ومكملين ان شاء الله باذن الله انا طالع اقول يعني كل سنة وانتو طيبين مبدئيا بحلول شهر شعبان المبارك بس انا طالع عشان اقول حاجة بس بسيطة الدعاء كلهم اتكلموا فيها ونفس الناس اللي بتتفرج علي تعرفها يعني انت حضرتك دخلت شعبان بايه يعني شهر هذا شهر عفوا هذا شهر يخفر الناس وعنها حضرتك دخلت شعبان بايه ما لازم تعمل استعداد في شعبان عشان تعرف تدخل رمضان 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 انت حضرتك لو ساي عربية على 180 وجيت عشان توقفها فجأة مش هتوقف استحالة توقف لازم تهجي الاول وبعد كده توقفها شعبان اللي احنا فيه ده هو ده اللي حضرتك بتهجي فيه الفرامل عشان تعرف تدخل على رمضان رمضان مش فنوس سحري هتدعك الفنوس السحري خلاص هتلاقي الخشوع في الصلاة و هتلاقي الانتظام في الصيام و هتلاقي كراءة القرآن و هتلاقي الكلام لا 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 لازم تاخد استعداداتك في شهر شعبان لازم حضرتك تاخد استعداداتك فيه ركز في عبادة معينة تكون هي بابك الى الله يعني مثلا السيام من افضل واعظم العبادات السيام كل عمل ابن ادم له الا السيام فانه لي و انا ازي به يعني ربنا سبحانه وتعالى في الحديث الكدسي ده بيقول كل الاعمال بتاعت ابن ادم بما فيهم الصلاة خلي بالك للبنى ادم الا السيام الحاجة الوحيدة اللي ربنا ما نذكرش سوابها يعني كل حاجة مسكلها سوابها الا السيام ده ربنا بخلاف ان السيام العبادة الوحيدة اللي ما فيهوش رياء ولا فيه غش ولا فيه كد ولا فيه شعره لازم يكون مية في مية اخلاص سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام بيقول ينصرف احدكم عن صلاته ولم يكتب له الا سبعها قمسها ستسها سبعها ثمنها تسعها الصلاة بتتحسب فيها من واحد لغاية عشرة على حسب تركيز حضرتك فيها يعني مركز في الصلاة جدا وخشع فيها جدا 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 تاخد عشرة من عشرة فيه بعض الاحيان ما بتاخدش العشرة من عشرة تاخد تسع من عشرة تاخد سبعة من عشرة تاخد ستة من عشرة على حسب تركيز حضرتك في الصلاة فالسيام هو العبادة الوحيدة اللي اخلاص قلبك بتبقى ربنا وحده سبحانه وتعالى كلها اخلاص مية في مية لله سبحانه وتعالى انت لو بتشرب بتمضمد بقك ساعة الصلاة ممكن نقطة مية تفضل في بقك حضرتك تبسكها عشان ما تنزلش في جوفك على ما ان نقطة مية نقطة مية مش 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 هتغني عن عطشك بس هو ده الاخلاص لله سبحانه وتعالى تخلاف ان السيام كمان بينهاج عن حاجات كتير السيام مش سيام عن الطعام والشراب لا السيام عن كل شيء يغض بالله فالسيام عبادة من اعظم العبادات لان السيام بيمنعك عن كل حاجة ممكن حضرتك تصلي وبعد الصلاة بشوية تكلع من الصلاة بعدها بشوية ممكن تكون بتدخن انما السيام بيمنعك عن التدخين بيمنعك عن الاكل عن الشرب بيمنعك عن كل الشهوات انا تركت كل حاجة لوجهك الكريم يا رب سبت كل حاجة ليك يا رب ده بالنسبة للسيام طب حضرتك مش قادر تصوم او حضرتك عايز تصوم ومش قادر تصوم الشهر شعبان كله مين قال لحضرتك ان انت تصوم شهر شعبان كله ممكن تصوم سيام سيدنا داود تصوم يوم وتفتر يوم تصوم يوم وتفتر يوم طب مش قادر تصوم سيام سيدنا داود تصوم سيام السنة سيام النبي صلى الله عليه وسلم سوم يوم الكنين ويوم الخميس طب حضرتك مش قادر تصوم سيام السنة الكنين والخميس خلاص بقى خلينا على الحاجات بسيطة سوم كل كنين سوم كل خميس لو حضرتك تشوفني وبير في السن مش قادر تصوم خالص فتر صايم فتر صايم طلع زكاة طلع من اموالك طلع زكاة ربنا سبحانه خليهم صداقة تطهرهم وتزكيهم بها طهر اموالك وطهر نفسك وزكي اموالك وزكي اسرتك يا جماعة شهر شعبان ده من اعظم الشهور ده شهر من الاشهر الحرم يعني ايه الاشهر الحرم يعني الحضرتك ما ينفعش تعمله في رمضان او هو حرام في رمضان برضك نفس الحرمة في شعبان شعبان شهر من اشهر الله الحرام فلازم حضرتك تركز في عبادة عشان تعرف تخش رمضان بيها واحد هيقولك انا انا بحب بكرق في المصحف يا عم جميل جميل اختم المصحف في شعبان اختم المصحف في شعبان عشان لما تخش بامر الله بإذن الله ختمة رمضان تبقى انت مركز في المصحف في المعاني اللي انت بتقراها مش بتعرض على قلبك لأول مرة لا انت بتعرضها على قلبك في شعبان عشان انت تبقى عارف معناها في رمضان بخلاف ان القرآن يأتي يوم الكيامة شفيعا لأصحابه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لقرق القرآن ايه يوم القيامة اقرأ وارتقي فإن منزلتك عند أول آية كنت تقرأها مش كنت قرأتها لا كنت تقرأها الفرق بين قرأتها وتقرأها قرأتها فعل ماضي تقرأها فعل مدارع يفيد الاستمرار تقرأها يعني انت مداوم على قراءة المصحف ده بالنسبة للقرآن طب حضرتك ربنا موسع عليك وعتيك من قرمه ومن نعمه خلاص ووسع على الفقير شوف حد فقير اعمل ثواب حاجة يعني طلع زكاة يعني كل يوم كل يوم انوي كده كل يوم بإذن الله انك مثلا تطلع خمسة الكلام ده على فكرة انا مش بقوله انا شيخ او داعية او كده انا اخ انا اخوك وانا يعني قبل ما بقول لحضرتك الكلام ده انا بذكر نفسي به يعني انا بذكر نفسي قبل ما بذكر حضرتك والنصيحة دي من اخ زغير لاخوك كبير او من اخ كبير لاخوك زغير انوي كل يوم على صدقة تطلحها انوي كل يوم مثلا ان شاء الله باذن الله انا هطلع النهاردة اتنين جنيه لله اتنين جنيه ودوم عليها دوم عليها سيدنا محمد عليها افضل السلام بيقول ايه لا تنقص مال من صدقة او ما نقص مال من صدقة يعني الفلوس اللي انت بتطلحها يعني مثلا يعني عملية بسيطة كده حضرتك معاك على الشجنية طلعت منهم اتبقى معاك تمانية جنيه بس التمانية جنيه فيهم بركة اكتر من العشرة جنيه اللي حضرتك طلعت منها الكنين جنيه اهو ده ما نقص مالهم من صدقة ان المال انت بتطلع مال بس بيخش لك بركة ربنا على هذا المال وبيخش لك بركة ربنا سبحانه وتعالى من ستر من صحة من عفية من نعم تانية انت ممكن ما تكونش متخيالها من ابتلاءات نازلة عليك ابتلاءات ابتلاءات نازلة عليك بمعصيك وبمعصية بتبقى نازلة علينا اللي ابتلاءات والصدقة هي اللي بتمنحها سيدنا محمد عليه أرض السلام بيقول ايه بيقول انه كل واحد يوم الايامة هيجي في زل صدقتها يعني الصدقة بتاعتك دي هتبقى زل ليك من الشمس بتاعت يوم الايامة وده كده بالنسبة للزكاة حضرتك الظروف معاك دايقة طلع صدقة طلع لازم تطلع طلع على قدرك انت بتطلع على قدرك وربنا سبحانه وتعالى بيديك على قدره شوف الكريم لما انت تطلع هيديك ايه شوف الكريم شوف الصدقة ما بتروحش عنده بيربيها بيربيها لغاية لما توصل لسبعمائة دعم ربنا سبحانه وتعالى الكريم ده بالنسبة للزكاة حضرتك حضرتك ممكن الزكاة يعني ده بالنسبة للزكاة حضرتك بقى يعني شاب وعندك القدر على الصلاة وعندك الوقت والاستطاع صلي صلي على قد ما تقدر صلي على قد ما تقدر سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام بيقول ايه بيقول ان الميت اذا غضع في قبره فانه يسمع قرع انعالهم اذا ولوا مدبرين الميت لما بيتحط في القبر بيسمع صوت الناس وهي ماشية وصيبين الوحد فاذا جاء له ملائكة العذاب جاءت الصلاة عند رأسه وجاءت الصيام وجاءت الصيام عن يمينه وجاءت الزكاة عن شماله وجاء فعل الخير عند رجله ماشية فتقول الصلاة ما كبه لي مدخل فيأتوا من عليها مين فيقول الصيام ما كبه لي مدخل حدش هيخش من هنا فييجو من على الشمال فيقول فعل الزكاة ما كبه لي مدخل فييجو من عند رجله فتقول فعل الخير ما كبه لي مدخل ده كان جدع كان بيقف مع الناس كان طيب كان خلوق كان إنسان كويس من عند رأسه الصلاة تقول لا محد ش هيهوب ناحيته من هنا بج جارتات فأنا قلت لحضرتك على كم حاجة الصلاة قراءة الكرآن السيام الزكاة الزكر الزكر ما تكلم عن الزكر وفضل الزكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان سقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كلمتين خفاف على اللسان ومتقال في الميزان وربنا بيحبهم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم بجانب أن كل كلمة أن كل مرة بتقول فيها الزكري ده بيبقى لك شجرة في الجنة تخيل حضرتك دلوقتي قلت الكلمة دي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شجرة في الجنة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شجرة تانية في الجنة سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم شجرة تالتة في الجنة قبلت واحد صاحبك قلت له سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم شجرة في الجنة قالها ليه شجرة وليك شجرة عشان انت اللي قلت له ان هو يقولها قبل واحد صاحبه قال له ده كلمة ذكر سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم بشجرة في الجنة وصاحبه قالها وهو قالها لصاحبه اصبح حضرتك بقاليك شجرتين في الجنة واللي بلغ خليه شجرة من ذكر صاحبه وصاحبه ده ليه شجرة ما ينقص منه شيء خالص فالدال على الخير كفاعلها حبيت اذكر نفسي واياكم وان شاء الله بإذن الله احنا مكملين مع بعدينا سلسلة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وان شاء الله لما تنتهي السلسلة الكريمة المواركة هنخشه تانية في سلسلة في القرآن كسس القرآن وما في القرآن من عبر بيجانب ان احنا فيه كمان كسس ما مضى يعني مثلا هنتكلم في اللي ما مضى عن برسيسة بلعام ابن بعراء هنتكلم عن عن غلام الأخدود هنتكلم عن حاجات جميلة جدا ومفيدة جدا وان شاء الله بإذن الله ربنا يبلغنا رمضان على خير لا فقدين ولا مفقدين وربنا يعني انفعني وإياكم بما فيه كل الخير وفيه كل الطاعة وما يرضاه عنا ربنا سبحانه وتعالى يا رب يا رب واشكركم جزيلة شكر واسف لو كنت تقولت عليكم وان شاء الله بإذن الله ربنا ينفعنا باللي احنا بنسمعه واللي احنا بنعرفه وصلي الله هم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة